مرحبا بكم في قناة تحفة يوب بداية تعيد المحكمة العليا في مفاجأة جديدة فتح ملفات هي الأشهر على الإطلاق بالبلاد تعود لفترة حكم النظام البوسفليقي وهذا بعد أن أسفرت تحقيقات عن ضلوع أسماء وعناصر جديدة في بعض القضايا السابقة أبرزها ملفي الخليفة وصنطرك وطريق سيار شرق غرب أين كانت هذه القضايا عرفت تعتيما وتلفيقات وتلاعوبات كبيرة أندك وكانت تعرفت لمحكمة مهازل تاريخية سمحت للعديد من كبار المسؤولين السابقين بالإفلات من تغارات العدالة لهذا يعاد التحقيق فيها وفتحها من جديد خاصة وأن هناك العديد من الشهادة تحجبت في عهد النظام البوسفليقي بسواطء من جهات رسمية عديدة مع العلم أن الخليفة تم الحكم عليه بـ 18 سنة أما الآن فستحكم وتجاوره أسماء جديدة تحبث معه أيضا وهذا بعد أن تم رسميا حسب صحف محلية متابعة متهمين جدود كان لهم وزن تقيل في النظام السابق وهذا كله بمحكمة البوليدة حسب ذات المصادر كما أضفت أن محكمة سيد محمد هي الأخرى على موعد مع فتح قضية أخرى تقيلة تضيف الشرق وهي قضية سونتراك إثنان وكانت استقبلت العديد من المسؤولين السابقين في قضية سونتراك منذ شهر جوال الماضي بغرض جمع أدلة جديدة في القضية وتسجيل كل صغيرة وكبيرة على المسؤولين المعنيين واستنطاقهم إلا أن الشيء الذي يعيقها حاليا هو كون المتهمين الرئيسيين في قضية سونتراك إثنان هاربين خارج البلاد تحدد شاكب خليل وزير الطاقة السابق وزوجته وابنيه ومحم البايو إذ أن عليهم مذكرة استوقف دولية جميعا من أجل قبض عليهم وإعادتهم للجزائر للمحاسبة وقد تكون المفاجأة في أي لحظة لنجاح إعادتهم فشاكب خليل يعد اللغز الأكبر في البلاد وأحد أكثر المسؤولين فسدا ونهبا ودررا على الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني نظير النهب والصفقة الوهمية والمضخمة وتلعب بأموال دولة كأنها ويرضلة لهذا هو أكثر من يجب أن يحاسب فلا أحد يجاره في تقل ملفه أما الملف الثالث الذي سيفتحه من جديد هو ملف الطرق سيار شارغارب فهذا الملف أيضا عرف نهبا بحجمه ولا يصدق إذ أن هناك مسؤول كتر تم حبسهم إلى غاية محاكمتهم والنطق بالأحكم عليهم والمحبوسين على رأسهم طبعا الوزير السابق عمره الذي كان وصفه القاضي أثناء مواجهته بالأدلة بالأب الروح للطرق سيار أحد أكبر ملفات الفساد بالبلاد وباقي المتهمين والمحبوسين كانوا من المنتفعين والمدخمين للفوازير كما أن هناك عدد كبير منهم رفعت عنهم الحصان من قبل ثم حبسوا تمهيدا للمحاكمة الأكبر مع العلم أن هناك ملفات أخرى سيعد فتحها من جديد كأنها لأول مرة والقضايا بمختلف المجالات أين سيجر المزيد من الوزراء السابقين والولات وغيره من المسؤول إلى المحاكم بعد أن تبين تورطهم وكانوا أفلتوا من العقاب ليتم محصرتهم الآن من جديد ببعدها مجددا هذا وجد سل الوأوي حيالا يتبعان في عدد قياسي ومن ملفات الفساد نفسيهما في ورطة كبيرة على إتر تورطهما في عدد كبير من القضايا الجديدة والقديمة التي فتحت الآن حيث ستتركم عليهم الأحكام وفسدهما فاق كل التوقعات والحدود فانتظر كيف ستكون الأحكام على الجميع وحجم الأموال منهوبة في كل ملف خاصة حجم الأموال التي ستتمكن العدل من استرجاعها أخبار اليوم أملاك رجل الأعمال السابق بحيد دين تحكوت التي هربها للخارج تفاجئ الجزائرين ولن تصدق حجمها وماذا فعلوا عند إخوته وكيف خبأوها معه أولا رجل الأعمال المحبوس بحيد دين تحكوت يتر جد الكبير في الجزار بعد الكشف عن رقمه المتوي من الأملاك التي هربها نحو الخارج بميزانية الدولة دون مبالاة وهو الذي تمت مستطرة ممتلكته داخل أر الوطن وأرصدته البنكية وكل أملاك على اختلاف أشكالها التي كونها بطرق غير شرعية وقد تم الكشف الآن أن محيد دين تحكوت قام بتهرب أكثر من مليار دولار من الجزائر إلى الخارج وهو ما يفسر أين تبخارت ألف مليار التي نهابها في زمن بوتفليقة والأكثر غربة وحسب وكي الخزينة العمومية فإن هذا المليار دولار التي هربها تحكوت للخارج هي خلال عامين فقط أي من 2017 إلى 2019 حولها هذا الأخير بطرق غير شرعية وسنزف الخزينة العمومية ومن جانبه أكد محامي وزارة صناعة والمناجم خلال مرافعته أن قدية اليوم ليست قدية حوالد صغيرة بل كنا داهبون إلى خوصص الدولة مؤكدا أن الشركات كلها بين أيدي نفس الأشخاص والاقتصاد بين أيدي نفس الأشخاص ويعبدون وينهبون ويبددون أموال الشعب كأنها مليون بدون أي ضمير ولا رأفة في هذا الشعب الذي حاولوا تفقيره واعتبر لمحامي أن إمبراطوريات تربعت على أرض الوطن بمساعدة المسؤول حتى أصبحت هي التي تملي قوانينها وأن سمعت الوزارة لطيخت واسمها لا استيقب الفساد وللعن فإن أخوة تحكوت تم حبسهم معه وعائلته وقد تم مصدرات ممسلكاتهم وهم الذين تم العطور عندهم على التروات وكنز ضخمة وأملكت من خباؤها قيمتها بمئات ملايار دولارات كانوا حاولوا تخبئة جزء ضخم منها بعيدا عن أنظار عيون الناس وكذلك الأمل الوطني لكن وفور سقوط رئيسهم ومسيرهم وزعيمهم تحكوت وحبسه توصلت تحريات لكل ذلك ويوجدوها وصدروا أملك مهولة بمختلف الأشكال أما وبالعودة لما كشفته العدلة الجزائرية أيضا بخصوص النهب والتهريب أخبار اليوم قضية طائرة رجل أعمال سابق المحبوس تحكوت تعود للوجهة ووكيل الجمهورية يقدم الأدلة ويفجأ الأخير وهكذا خبأها كلها ولن تصدق ماذا وجدوا عنده بداية عادت مجددا قضية طائرة محيدين تحكوت رجل أعمال المحبوس على عدة قضايا فساد الوجهة مرة أخرى وهو الذي تسبب في خسائر بملايين دولارات للخزينة العمومية تروته فقط الخيال وكون إمبراطورية ضخمة الأخير ومع محاولته إنكار أن الطائرة الخاصة التي قيمتها بآلف الملايار بالكله وكيل الجمهورية صدمت تحكوت بالأدلة ونتائج تحريات حيث أن محيدين تحكوت الذي فقد أعصابه وأصابته نوع من الهستيريا هو يردد عبر سكايب مباشرة من زنسنته عبر السجن بابر بخنشلو بالقول أنا خطيني أنا خطيني بأهل صوته خاصة مع مواجهته بالأدلة حول الطائرة الخاصة وكذا أسطل السيارات التي خبأها وأمر من داخل السجن بإخفاء أكبر جزء من تروته مع بدء أعمليات المصدرة لكل أملكه وأملك عائلته القاضي استدى تحكوت أثناء محكمته بالقول أنت قمت بتأجير طائرة من نوع جيت فوربي ليجب تحكوتنا عم شتاع كريتا القاضي أجرتها باسم من؟ تحكوت باسم شركة TMC القاضي أين تتواجد هذه الطائرة حاليا؟ تحكوت لا أعرف الدهم واليها ليتدخل وكيل الجمهورية بالقول لتحكوت لا تكذب الطائرة الخاصة مسجلة باسمك ولم يتم تأجيرها وهذا ليس كلام بل هي نتائج تحريات وتحقيقات لإينابلت القضائية بمدى تارود تحكوت أن أجرتها طائرة الخدمة وليسا لوكس فهي من أجل العمل فقط أنتقل بها رفقة الأجانب إلى مناطق الدين التي استدمرت فيها على شكل تسمسيلت وتيارت وغيرها ولا عالم أجمعين يخدموا بالطيارات عندي أفارق وكوريين وأمريكيين وغيرهم ينتقلون معي ليؤكد وكيل الجمهورية بالأدلة أنها للتحكوت ولم يؤجرها كما يدعي وفق التحريات والتحقيقات الكاملة التي تم إجراؤها مع العلم أن التحكوت كانوا عثروا عنده على أسطير من السيارات الفارهة وكذا كونه حول تخبئتها عن أعيون العدلة الجزائرية لكي لا تطلع المصدر لأن العدلة كانت أمرت بمصدرات وتجريده من كل أملاكه وهو ما حدث وفشلت خطته في أخفائها أخبار اليوم رجل أعمال السابق محيد دين تحكوت يدخله في السراع الفاشل وكيف حاول مراوغة القاضي والضغط بعدم الأكل وهذا ما حدث له وماذا يفعلون بعض الوزراء في محبسهم وماذا يأكلون ولن رجال أعمال والوزراء المحبوسين في قضايا الفساد بأحكام طويلة ترجمة نانسي قنقر